أزدقائي العزاء صباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا من مسيات اللال هذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخت أم خالد والأخت أم طارق من منطقة السيدية أخوان السيدية في بغداد طبعاً جانب الكرخ يقولون يعني شنو هالاستهتار من أصحاب المولدات البهر حمسوين أضراب الأضراب هذا خلوا يعني طفوا كل المولدات وخلوا المنطقة يعني كأنما أصبحنا ما ديش أقول لك يعني قلت لهالصحيح اسمعنا بهذا الخبر قالت ما فكروا بكبار السين بالناس المرضى الناس اللعدهم ربوا الناس اللي يقدون يتنفسون يعني شنو هالعمل هذا ما فكروا بطالباتنا وبطلابنا يعني بناتنا وولدنا عدهم امتحانات شنو يعني هذا العمل يسوه هم شنو هالاستهتار هذا هذا استهتار نتيجة ضعف الدولة تقول مع كل احترامنا وتقديرنا للسيد وزير الداخلية ولكن الدولة الآن للأسف الشديد ضعيفة أو مستضع فيها يعني هذولة بس أسأل سؤالي تقول أنا ملاحظة بأحد الدوائر يعني مو إنسان طف لو ما اتذكر النظام السابق هذولة لو بزمن ذاك النظام السابق بزمن هدام يقدرون يقدرون يطفون الكهرباء يسوون أضراب يعني لو بزمن سبعة ووطبانوا على حسن مجيد وحسين كامل هذول المجرمين يقدرون يطفون الكهرباء لا ما يقدرون طبعا أكيد ما يقدرون كان علقوهم وسجنوهم بالمرافق الصحية وخلوهم ياكلون خراهم غدا وعشوا ريوك زين تقول ليس يتي ليس أذونا البارحة وبعدين هما وين قاعدين يعني شنو هما الأصحاب المولدات وين قاعدين هما أجرين محلات لا هما أجرين يعني شنو مسوين هما قاعدين بأرض الدولة بالشارع العام هاي أرض الدولة والدولة دا تطيهم غاز كل شي دا تطيهم يعني شيردون واشتروا فيليل واشتروا أحدث موديلات السيارات واستغنوا براسنا كل واحد الأمبير بخمسة وعشرين وبثلاثين يعني ما يصير هيتش ما يصير الريد هاي مدفوط يعني نحن ناشد السيد وزير الداخلية وكل الشرفاء وكل المسؤولين أن يدزون عليهم ويزينون شواربهم ويسجنوهم بالمرافق وينعلون والد والد والديهم زين حتى ما تتكرر ثاني مرة بغير مقان والباقي عليك حجي ونتمنى لك التوفيق إليك والقناتك والمشتركيك ومشاهديك أولا أختيهم طارق وأختيهم خالد أنت شنو تخليتوا إلي بعض زينتوا شواربهم وانسجنتوهم بالمرافق ووكلتوهم خراهم ذو الأهل المولدات البسيدية هالسفة للأنذال الغير السيزية خلوني اليوم هيتش أتكلم يعني أتكلم بهذا الأسلوب لك كنتوا ما تستحون لك مونه جيتوا حفاي جيتوا حفاي جبتوا مولدات اشتريتوها بالأقصات اشتريتوها بالدين سويتوا الأن في هذا بخمسة وعشرين وبعشرين وبثلاثين يعني شنو أنتوا بس هيدفتهم ما تستحون بس صدق صدق له قال أبو المثل إذا كنت لا تستحي أفعل ما شئت أنا أكرر أيضا أكرر المناشدتي للسيد وزير الداخلية البطل الشريف المغوار بدون مجاملة هاي الصفات وزير الداخلية أن هذولا يقدبهم ويأخذ منعدهم أرضيا مكان ما قاعدين بأرض الحكومة ويأخذون فلوس المي اللي يديد طول المولدات ويبهذلهم تبهذل وأما أقولهم شيلوا مولداتكم يلا وأجيب غيرهم ناس يجيبون مولدات غيرهم شيلهم شيلهم الحل الوحيد شيلهم هم ومولداتهم يلا خلال عشر دقائق تشيلون المولدة الشون تجيبون رافعة ما رافعة أنت تجيب بكرانات وشيلها جيب شفلات وجروفهم كلهم جروفها للقاء عمالتهم لأنهم ناس معتهم معتهم غيرها يعني مدى يوقفون يا أبناء شعبهم ومثل ما قالت الأخت أم خالد وأم طارق من سكنة السيدية يقولون ما فكروا بكبار السن أكو ناس عدنا كبار كبار كلش ما يقدون يتنفسون بهالحرارة أنت تجيب طف الكهرباء عليهم الله ليس لطكم علينا لأنكم أنتوا أصحاب المولدات البسيدية اللي سويتوا أضراب أنتم حثالة الحثالة وقذارة القذارة ونجاسة النجاسة وحتما أنتوا ولد شوارع وولد حرام ومع ألف سلامة وعاش العراق